ملاحقة أمنية أسفرت عن القبض على الصحفي كريم أسعد بعد مداهمة منزله بسبب تخطيته على مدى الأيام الماضية لحادث طائرة زامبيا كما قالت أسرته والمنصة الصحفية التي يعمل بها في بيان رسمي نقابة الصحفيين المصرية طالبت السلطات الأمنية في بيان بالكشف عن مكانه والإفراج عنه وعن غيره من الصحفيين نقابة الصحفيين لجنة الحرية أصدرت بيان بتطالب بمعرفة أولا مكان الأبض عليه مكان احتجازه وسانيا أسباب الأبض عليه وتطالب بالإفراج عنه لدينا تخوف من أنه مثل هذه التصرفات تضعف جهود الحوار الوطني تضعف من قيمة الأجواء الإيجابية التي يثرها تضعف من قيمة أننا نأخذ خطوات إلى الأمام فإذا بنا نعود مرة أخرى بخطوات أخرى إلى الخلف السلطات الأمنية لم تعلن حتى الآن عن سبب القبض على كريم أسعد حقوقيون ومختصون في ملف الحريات والأمن يطالبون بالكشف عن السبب وسرعة اتخاذ الإجراءات الصحيحة إما بتوجيه اتهامات واضحة أو إطلاق سراحه غير معلن بعض إيه سبب القبض عليه وقد يكون تناول أخبار غير صحيحة أخبار غير دقيقة وأخبار متصدق للدولة البصرية على الصفحة المسطورة وبالتالي تم اتخاذ القرار بالقبض عليه وتخديمه للمحاكمة لكن القبض على شخص أيام كان اتجاهه ودون إعلامه بسبب القبض عليه ودون إعلام أهليته أو محامل بتاعه أو تنكينه من التواصل مع المحامل بتاعه والدفاع عنه في فترة الاحتجاز الأولى هذا شيء مش فأطموة ومش فاستحب لأنه ينسي إلى مهزومة الأمن تدورك صفحة تأتي الواقعة بعد يوم واحد من إطلاق صراح الناشط أحمد دومة بعفو رئاسي بعد مرور عشر سنوات على سجنه الخبر الذي فتح شهية المعارضة والعاملين في ملف حقوق الإنسان للمطالبة بالمزيد من الإفراجات وقرارات العفو القبض على كريم أسعد يرفع عدد الصحفيين المحبوسين في مصر إلى أربعة وعشرين ويأتي ليجدد الجدل حول مدى جدية العمل على إغلاق ملف الحفص الاحتياطي في قضايا الرأي وحرية التعبير أميرة جدالة الحرة القاهرة ترجمة نانسي قنقر